أكد أعضاء من الكونغرس الأمريكي دعمهم لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية واصفين مخطط بالحل القابل للتطبيق والذي يصب في مصلحة جميع الأطراف كما أشهد أعضاء الكونغرس خلال جلسة استماع حول العلاقات المغربية الأمريكية أشهدوا بالمشاريع التنموية في الأقاليم الجنوبية للمملكة باقي التفاصيل في تقريرنا وفعل الخمليشي مداخلات أعضاء الكونغرس الأمريكي همن عليها الدعم الصريح والقوي لمخترح الحكم الذاتي في الصحراء والإشادة بالنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة أعضاء الكونغرس أكدوا خلال جلسة استماع حول العلاقة المغربية الأمريكية أن تسوية قضية الصحراء تقوم على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية المتحدثون أضفوا أن المغرب اقترح مخططا حقيقيا للحكم الذاتي باعتبار حلا معقولا قابلا للتطبيق وفي مصلحة جميع الأطراف تصريحة الأمن العام للأمم المتحدة بانكيمون السحوذت بدورها على مجمل المداخلات تصريحات اعتبروها مسيئة وبعيدة عن الواقع وقد تأتي بنتائج عكسية مبرزين وجود أضرار ناجمة عن هذه التصريحات وحذرت المداخلة من قيام دولة فاشلة في هذه المنطقة حيث تتحين الجماعة الإرهابية مثل تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الفرصة لإحداث اختراق بغية نشر الرعب والنزاعات أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عبروا عن إعجابهم بمظاهر التنمية التي تعيش على وقعها الأقالم الجنوبية حيث تبرز هذه المظاهر في الدينامية التنموية في قطاعات الإسكان والمقاولات فضلا عن البنية تحتية المينائية والطاقات المتجددة كما أشار إلى ضرورة أن تنخرط واشنطن إلى جانب المغرب في جهوده في مجال التنمية الاقتصادية والسياسية في الجنوب المغربية